موسيقى أبنائي وبناتي طلبة السماع العامة هنتكلم النهاردة عن درس المقاومات الطبيعية لقوة الدولة أي دولة في العالم قوتها بتتشكل بعدة عوامل ومقاومات طبيعية وبشرية النهاردة هنتكلم عن أهم المقاومات الطبيعية لقوة الدولة وهي متمثلة في ما يأتي موقع الشكل المساحة المناخ التضاريس النباتات الطبيعية هنبدأ نتكلم مع بعض أولا عن الموقع وبيشمل عندي موقع الفلكي والموقع الجغرافي هنعرف كل حاجة فيهم يعني إيه وهناخد في الموقع الجغرافي الموقع بالنسبة لليابس والماء الموقع بالنسبة للدول المجاورة المواقع الهامشية والمركزية والمواقع الاستراتيجية كلم عن تعريف الموقع الفلكي طبعا إحنا درسنا الموقع الفلكي قبل كده وهو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض زي ما احنا شايفين الرسمة اللي قدامنا دلوقتي رسمة الكرة الأرضية ومرسومة فيها خطوط الطول ودوائر العرض الرئيسية طبعا الموقع الفلكي للدولة بيكون لي أهمية كبيرة جدا جدا وخاصة الموقع بالنسبة لدوائر العرض يبقى الموقع بالنسبة لدوائر العرض حيكون عندي أهم من الموقع بالنسبة لخطوط الطول ليه بقى؟ لأن الموقع بالنسبة لدوائر العرض بيساعدني على تحديد الملامح العامة لمناخ الدولة دوائر العرض هي اللي بتحدد الملامح العامة لمناخ الدولة وبالتالي التأثير في النشاط البشري للسكان لأن الملامح العامة للمناخ هي اللي هتأثر على نشاطنا السكان في الدولة بعد كده عندنا الموقع الجغرافي زي ما احنا قلنا وهو بيشمل رقم واحد الموقع بالنسبة لليابس والماء هنجد ان الدول بتصنف حسب قربها او بعودها من المسطحات المائية الى دول بحرية ودول حبيسة ودول داخلية او جيدية اولا الدولة البحرية تعريف الدولة البحرية هي الدولة التي تشرف على مسطحات مائية مفتوحة ولازم ناخد بالنا يا جماعة من التعريف مسطحات مائية مفتوحة يعني انا عندي الدولة اللي بتشرف على بحيرة زي بحيرة فيكتوريا او بحر مغلق زي بحر قصبين ليست دول بحرية يعني دولة اوغاندا التي تشرف على بحيرة فيكتوريا هي ليست دولة بحرية دولة افغانستان التي تشرف على بحر قصبين ليست دولة بحرية لانها لازم يكون تشرف على مسطحات مائية مفتوحة بيقول لي بما تفسر اهمية الموقع البحري للدولة هو الموقع البحري الدولة مهم في ايه؟ مهم انه هو وسيلة اتصال الدولة بالعالم الخارجي دون عوائق او دون تحكم دولة اخرى في هذه الدولة يبقى الاهمية الاولانية انه هو بيخلي الدولة تتصل بالعالم الخارجي دون عوائق بيزود الاحتكاك الحضاري بين الدولة وغيرها من دول العالم المختلفة طبعا الدولة اللي بيكون عندها موقع بحري بتتمتع بالصرات البحرية المختلفة زي وجود البترول في مياهها او الغاز الطبيعي الى جانب السروة السمكية تختلف دول العالم من حيث اشرافها على المسطحات المائية بمعنى ان مش كل دول العالم بتطل على البحار او المحيطات بشكل متساوي او متشابه كلها بتختلف من دولة لدولة فحناخد امثلة لهذه الاختلافات اولا هناك دول بتشرف على البحر بوجهة بحرية واحدة من جهة واحدة يعني زي دولة سوريا اللي بتشرف على البحر المتوسط من جهة واحدة وزي دولة تشيلي اللي بتشرف على المحيط الهادي من جهة واحدة عندي دول اللي بتشرف على البحر بوجهة جهتين من جهتين يعني زي مصر اللي بتشرف على البحر المتوسط من جهة الشمال والبحر الاحمر من جهة الشرق وزي المملكة العربية السعودية اللي بتشرف على الخليج العربي من جهة الشرق والبحر الأحمر من جهة الغرب هناك دول تشرف على البحر من جميع جهتها وهي ما تسمى بالدولة الجزرية اللي هي دولة عبارة عن مجموعة جزر أو جزيرة أو هي جزء من جزيرة طبعا عندي مثال لها بريطانيا واليابان وكل الدول الجزرية اللي في العالم دل الجغرافيان على صحة العبارة التالية تتوقف أهمية الموقع البحري للدولة على عدة عوامل أول حاجة عندي طول السواحل ليست كل الدول متساوية في إطلالها على المسطح المائي بنفس طول الساحل هناك دول بتطل على الساحل بشكل كبير جدا أو مساحة كبيرة أو طويلة وهناك دول تطل يعني بمسافة صغيرة على السواحل أو المحيطات أو البحر رقم اتنين أهمية المسطحات المائية يعني لو قلنا إن الدول اللي بتطل على البحر المتوسط هيكون لها نفس الأهمية للدول التي تطل على شرق المحيط الهادي أكيد لأ لأن الدول اللي بتطل على البحر المتوسط بكون ذات أهمية أكتر من الدول التي تطل على شرق المحيط الهادي الظاهير الساحلي وهنا المقصود به الشاطئ المساوي أو المجاور للمسطح المائي نحن عندنا في مصري مثال على كده إن السهولة الساحلية بتاعت البحر المتوسط في مصر بتكون أهم من السهولة الساحلية بتاعت البحر الأحمر لأن البحر الأحمر بتكون السهولة الساحلية بتاعته يوجد بها او تقترب منها مرتفعات البحر الاحمر فيصعب استغلال هذه السهول على العكس في البحر المتوسط اللي السهول بتاعته بتكون فيها استواء للسطح وبالتالي الظاهر الساحلي يسهل استغلاله بشكل كبير نبص مع بعض كده على خارطة العالم نرجع تاني الكلام اللي احنا قلنا من شوية عشان نحدد الدول اللي بتطل على المسطحات المائية من جهة واحدة عندي دولة تشيلي هنا في قارة امريكا الجنوبية الجزء المعمول بالاخضر دوت تطل على المحيط الهادي عندي دولة سوريا في قارة اسيا تطل على البحر المتوسط يبقى تشيلي وثوريا بيطلوا على المسطحات المائية من جهة واحدة اما دولة مصر ودولة السعودية فهم بيطلوا على البحر من جهتين مصر تطل على البحر المتوسط والبحر الاحمر والسعودية تطل على الخليج العربي والبحر الاحمر اما الدولة الجزرية زي دولة اليابان فهي بتقع بالكامل داخل المياه او داخل المسطحات المائية طيب هناك ما يعرف باسم الدولة الحبيسة ايه المقصوب بالدولة الحبيسة؟ الدولة الحبيسة هي الدولة التي تقع بالكامل داخل اليابس بمعنى انه ليس لها اتصال مباشر بالبحار المفتوحة طب بتتصل بالعالم الخارجي ازاي؟ اللي بتتصل بالعالم الخارجي عن طريق المرور في اراضي الدول المجاورة لها زي دولة اسيوبيا عندنا في افريقيا ودولة افغانستان في قارة اسيا ودولة اوغاندا في قارة افريقيا الانهار تعتبر طريق لاتصال الدول الحبيسة بالعالم الخارجي زي ما اسيوبيا بتستخد النهر النيل كطريق او زي وجود نهر الراين ونهر الدنوب في قارة اوروبا ويستخدموا كطرق ملاحية للدول الحبيسة طبعا خريطة افريقيا بتوضح لي ان اكتر كارة في العالم يوجد بها دول حبيسة هي كارة افريقيا لو بصنا كده للخريطة نقدر نطلع او نستخرج منها الدول الحبيسة مثلا على سبيل المسال عندي دولة تشاد من الدول الحبيسة عندي دولة اثيوبيا من الدول الحبيسة عندي زي ما احنا قلنا دولة اوغاندا بالرغم ان هي تطلع على محيرة فكتوريا الا انها من الدول الحبيسة الحبيسة اي التي لا تطلع على مستحاط مائي الموقع بالنسبة للدول المجاورة هنا اتنقلنا لنقطة تانية بتتكلم عن الجزء بتاع الموقع الجغرافي احنا قلنا في الموقع الجغرافي هنتكلم عن موقع الدولة بالنسبة للليابس والماء وقلنا ان في دول بحرية وفي دول حبيسة الجزئية التانية بتتكلم عن الموقع بالنسبة للدول المجاورة يعني الحدود السياسية بين الدول وان كام دولة بتجاور الدولة اللي احنا بنتكلم عنها فبيقول لي بما تفسر اهمية موقع الدولة بالنسبة للدول المجاورة لها هيقسم لي شكل الدول المجاورة لكل دولة الى جزئين الجزء الاولاني لما تكون الدولة بيجاورها عدد كبير من الدول الجزء التاني لما يكون الدولة بيجاورها عدد قليل من الدول عاوزين نعرف ايه المميزات وايه العيوب ونعرف امثلة لدوة والدن قال لي قصرة الدول المجاورة سلاح زوح الدين بمعنى انه ممكن يسبب العديد من المشكلات زي ما حصل مع دولة السودان اللي بيجاورها سبع دول او يكون مجال التعاون زي ما حصل مع دول غرب اوروبا وزي ما حصل مع دولة الصين اللي بيجاورها خمستاشر دول طيب الدول التي يجاورها عدد قليل من الدول عندي مثالين زي دولة المغرب اللي بيجاورها الجزائر ومورتانية ودولة الولايات المتحدة الامريكية اللي بيجاورها دولتين المكسيك وكندا ودي خارطة العالم نحدد عليهم مع بعض امثلة الدول التي يجاورها عدد قليل من الدول عندي الولايات المتحدة الامريكية بيجاورها من الشمال كندا ومن الجنوب دولة المكسيك عندي دولة المغرب بيجاورها دولتين دولة الجزائر ودولة مورتانية ودي امثلة للدول التي يجاورها عدد قليل من الدول لو شفنا العكس بقى دولة الصين بيجاورها حوالي خمستاشر دولة وطبعا دول اوروبا هي دول كسيرة الجوار لصغر مساحة كارت اوروبا النقطة التالتة تكلم عن المواقع الهامشية والمركزية يعني ايه موقع مركزي؟ ويعني ايه موقع هامشي؟ قارب مثال لنا عشان نفهم القصة ديت لما نيجي نعمل مقارنة بين دولة مصر ودولة نيوزلند على خريطة العالم السياسية لما نرجع لخريطة العالم السياسية هنلاقي ان دولة مصر هنا بتقع وسط العالم تقريبا فبسم الموقع ده موقع مركزي في سنتر العالم في وسط العالم اما دولة زي دولة نيوزلند هنا فهي ذات موقع هامشي يعني ملاش اهمية كبيرة لا في التجارة ولا في السياسة العالمية ولا في الاحداث العالم لانها بتقع على هامش العالم يبقى مصر تقع قلب العالم ونيوزلند بتقع في المنطقة الهامشية من العالم لذلك فهناك فرق بين المناطق الهامشية والمناطق المركزية طيب عندنا كمان حاجة اسمها المواقع الاستراتيجية طبعا الموقع الاستراتيجي دوت اللي هو بكل اهمية بلغة وقت السلم والحق لانه بيشرف او بيطل او بيتحكم بطرق الملاحة البحرية الدولية او البرية طبعا عندنا الامثال كتير جدا للمواقع الاستراتيجية في العالم زي كل المضايق اللي موجودة في العالم كله الى جانب قناة السويس عندنا مضيق باب المندب ومضيق جبل طارق نشوفهم مع بعض على الخريطة المفروض انه هو بيفصل بين البحر المتوسط والمحيط الاطلنطي او يصل بين البحر المتوسط والمحيط الاطلنطي ويفصل بين دولتين اسبانيا والمغر وده مضيق باب المندب جنوب البحر الاحمر ده مضيق هورمز منطقة يفصل بين او يصل بين الخليج العربي وخليج عمان وتطل على دولة ايران وعمان وعندنا طبعا قناة السويس في مصر التي تصل بين البحر الاحمر والبحر المتوسط دي اسمها مواقع استراتيجية لها اهمية كبيرة وقت السلم والحرب تحكمها في الملاحة البرية والبحرية كده احنا خلصنا المقاومات الطبيعية لقوة الدولة مساحة الدولة في تعريفها هي رقعة الارض التي تشغلها الدولة وبتكون محددة بحدود سياسية واضحة ومعترف بها دولية ده تعريف مساحة الدولة طبعا دول العالم لو احنا بصنا لخريطة العالم هنلاقيها ان هي بتختلف من حيث المساحة فعندنا اكبر دولة في العالم من حيث المساحة هي دولة روسيا الاتحادية تبلغ مساحتها حوالي سبعتاشر مليون وستة من عشرة كيلومتر مربع في حين انا عندي دول تانية صغيرة المساحة مثل دولة الفاتيكان اللي بتكون اقل من واحد كيلومتر مربع وهي تقع داخل دولة ايطاليا يبقى اذا احنا عندنا اختلاف دول العالم من حيث المساحة هناك دول كبيرة المساحة زي روسيا وزي الصين وزي الولايات المتحدة الامريكية وهناك دول اخرى صغيرة المساحة زي دولة الفاتيكان المساحة بتأثر بالسلب او بالاجاب على قوة الدولة طبعا ما عنديش دولة في العالم عظمة او دولة كبيرة بتكون صغيرة المساحة كل الدول الكبيرة او العظمة في العالم يجب ان تكون دول كبيرة المساحة المثال على ذلك الاتحاد السوفيات السابق او روسيا الحالية روسيا الاتحادية او الولايات المتحدة الامريكية او الصين كلها دول عظمة زاتة مساحة كبيرة طب ايه هي المزايا بتاعة المساحة الكبيرة للدولة اول حاجة ان الدولة اللي بيكون مساحتها كبيرة ده بيزود من احتمالية ما يسمى بالتنوع الجيولوجي او التركيب الجيولوجي للدولة بمعنى ان احنا ممكن نلاقي في موارد معدنية كتير جدا زي ما هو الحال في الصين وروسيا والولايات المتحدة الامريكية الميزة التانية ان المساحة الكبيرة بتعطي للدولة ما يسمى بتبني نظرية الدفاع بالعمق ودي لو احنا هنتكلم عنها هندرب عليها مثال في الحرب العالمية التانية ان الدولة بتتخلى عن جزء من اراضيها للدولة اللي جاية تحتلها او جاية تحاربها لغاية لما تتمكن هذه الدولة من الدولة المحاربة لها وتستطيع هزيمتها زي ما حصل مع المانيا الغربية ودولة المانيا لما راحت احتلال جزء من روسيا وثبتها روسيا لغاية لما انهاكت القوات الالمانية حتى استطاعت القوات الروسية تدمير وهزيمة القوات الالمانية وهذا ما يسمى بنظرية الدفاع بالعمق الميزة التالتة ان المساحة الكبيرة للدولة لو ما توفرت لها الامكانيات الاقتصادية الى جانب ان هي بتضم عدد كبير من السكان من السكان نسبة كبيرة من السكان واستغلوا هذه الموارد اذا فهذه دولة عظمة يبقى انا عندي ثلاث حاجات بتكونوا مع بعض يكون عندي مساحة كبيرة يكون عندي موارد اقتصادية ويكون عندي عدد سكان يستغلوا هذه الموارد وبالتالي يصبح عندي قوة عظيمة جدا لهذه الدولة الميزة الرابعة انها تتح للدولة وقت الحرب فرصة ابعاد مصانعها وسكانها عن المناطق المهددة بالعدوان الى مناطق امنة طيب ايه هي عيوب المساحة الكبيرة؟ اول عيب من عيوب المساحة الكبيرة او بنسميها الاثار السلبية ان هي بتحتاج لمجهود كبير جدا جدا في امكانية تطوير وتدمية وحماية هذه الدولة يبقى بنحتاج اموال كتيرة جدا وموجود كبير جدا في تطوير الدولة وفي حمايتها وفي التنمية الاقتصادية له السلبية التانية ان هو بيقصه بالسيطرة على اجزاء كبيرة جدا من مساحة الدولة وبالتالي بتعمل لي مشاكل في ما يعرف باسم الحركات الانفصالية يعني بيزهر هنا عندي بعض المشاكل في ظهور بعض الحركات الانفصالية نتيجة لصعوبة السيطرة على الاجزاء المطرمية او الكبيرة للدولة طيب يبقى احنا عندنا الدول اما تكون كبيرة المساحة او صغيرة المساحة طيب الدول صغيرة المساحة ايه اثر المساحة الصغيرة على قوة الدولة؟ الاول نشوف المزايا بتاعة المساحة الصغيرة للدولة اول حاجة اول ميزة ان هي بتجعل الدولة تقوم بضبط ادارة الدولة بسهولة يعني تقدر تسيطر عليها وتضبطها بسهولة الميزة التانية هي ميزة امكانية تطوير كل اجزاء الدولة برضو بسهولة يبقى امكانية التنمية والتطوير بسهولة الميزة الرابعة هو حصر واستثمار كل موارد الدولة يعني الدولة الصغيرة في المساحة تستطيع ان تحصر كل مواردها وتستغل هذه الموارد اذا كان فيه بترول او غاز طبيعي او موارد معدنية او زراعة او اي ان كان نوع الموارد الموجودة يمكن استغلالها واستثمرها بسهولة ولكن هناك عيوب للمساحة الصغيرة للدولة تتمثل فيه واحد ان هو بيسهل اختراقها والسيطرة عليها او بيسموها يسهل اكتياحها زي ما حصل ان المانيا في الحرب العالمية التانية سيطرت على هولندا ودولة بلجيكا بمنتهى السهولة لانها دول صغيرة المساحة بالنسبة لدولة المانيا العيب التاني او السلبية التانية ان المساحة الصغيرة بتتأثر بشكل كبير جدا اذا ما وقعت كوارث طبيعية في تلك الدولة فتكون اكثر تعرضا للاغثار السلبية لما يحصل عندها كوارث طبيعية زي الزلازل والاعصير طيب في ملحوظة مهمة جدا لازم نعرفها كلنا ان اهمية مساحة الدولة لا تقاس بالكيلو متر المربع فهناك عوامل نقدر نقاس بها قوة الدولة من خلال ما يسمى بمساحة الدولة ايه هي العوامل دي يبقى بقول لي هناك عدة عوامل تحدد اهمية مساحة الدولة اي انها لا تقاس بس بالكيلو مترات طيب ايه هي العوامل دي رقم واحد عندي حجم الموارد وتنوعة يبقى رقم واحد عندنا حجم الموارد وتنوعة هل في موارد كتيرة موجودة في الدولة دي هل متنوعة ولا في موارد واحد بس اللي موجود ده بيحدد قوة الدولة اتنين عدد السكان وتوزعهم بما يتناسب مع الموارد احنا عندنا دول كبيرة جدا في المساحة ولكن عدد سكان هؤلاء زي دولة استراليا مثلا تلاتة النظم الاقتصادية والسياسية السائدة في الدولة دي النظام السياسي او النظام الاقتصادي القائم ده برضو بيأثر على قوة الدولة اذا كان نظام ناجح او نظام غير ناجح سبولة الاتصال بكافة ارجاء الدولة فممكن تكون دولة كبيرة المساحة زي الولايات المتحدة الامريكية ولكن يسهل الاتصال لتوافق وسائل الاتصال والمواصلات داخل الدولة رقم خمسة قدرة السكان العلمية والتكنولوجية على استغلال المواد عندنا دولة زي دولة الصين مساحاتها كبيرة جدا ومواردها كتيرة فعدد السكان الكبير ده مع المساحة الكبيرة مع التقدم العلمي والتكنولوجي جعل الصين دلوقتي من اعظم او من اقوى دول العالم في الاقتصاد شكل الدولة لو بصنا لشكل الدولة في الجغرافيا السياسية هل ايه بينقسم عندي الى عدة اقسام وهي اولا الشكل المنتظم او المندمج ثانيا الشكل المستطيل او الشريطي ثالثا الشكل المجزق رابعا الشكل المحتوى او ما يسمى بالدول الجيوب وكل شكل من الاشكال دي هنبدأ نتكلم عنه بشيء من التفصيل وناخد نمازج منه من دول العالم هنبدأ بالشكل المنتظم او المندمج وحنبدأ بتعريفه وهو هو الشكل الذي تكون فيه المسافة من وسط الدولة الى اطرافها متساوية تقريبا ومثالة على كده عندنا دولة مصر ودولة بلجيكا وطبعا دولة فرنسا كدولة مثالية من الاشكال المندمجة او المنتظمة في العالم طيب نشوف مع بعض كده على خريطة العالم الدول ديت احنا قلنا الدول دي موجودة عندنا دولة مصر نعرف مكانها على الخريطة عندنا دولة فرنسا في قارة اوروبا وعندنا ايضا دولة بلجيكا وان كانت بس حدودها صغيرة جدا في قارة اوروبا نرجع تاني لمميزات الشكل المندمج او المنتظم الشكل المندمج بيبقى ليه عدة مميزات اولها انه هو بيدي قدرة للحكومة على تحقيق افضل اتصال وسيطرة على اجزاء الدولة ليه بيكون كده لان اطراف الدولة كلها بيكون على ابعاد متساوية من السنتر بتاع الدولة او مركز الدولة يبقى الميزة الاولى للشكل دوت انه هو بيمكن الحكومة من تحقيق افضل اتصال وسيطرة على كل اجزاء الدولة والسبب في كده ان السنتر بتاع الدولة كل اطراف الدولة بيكون على ابعاد متساوية منه الميزة التانية انه يقلل الشكل يقلل الشكل المنتظم من فرص الاحتكاك والنزاع على الحدود وليه كده يعني ايه السبب في كده هيقول لان طول الحدود بالنسبة للدولة هيكون قصير بالنسبة الى مساحتها لان الحدود دي بتتوزع على كذا دولة فبيكون كل حد مع دولة تانية مسافة الحد دولة الصغيرة وكلما قصرة او صغرة مساحة الحد السياسي كلما قال لفرص الاحتكاك والنزاع مع الدول المجاورة لا الميزة التالتة انه هو بيديني حسن الادارة الداخلية للدولة منتظمة المساحة يعني يحسن السيطرة على الادارة الداخلية للدولة الرابعة او الميزة الرابعة توفر المساحة المنتظمة لجيشها الحرية المكانية للحركة بنقول كده بتوفر المساحة دي حرية الجيوش للحركة او الحرية المكانية لحركة الجيوش بحيث ان الجيش بيقدر يتحرك في اي جزء من اجزاء الدولة بشكل سهل وبسيط كده احنا اخدنا امثلة للاشكال المندمجة او للدولة المندمجة ولكن عندنا امثلة بسيطة كده انا عندي دول بتاخد شكل مندمج ولكنها زاتة بروز الدولة دي بتكون كل اجزاءها مندمجة ولكن جزء منها بس بيخرج او بيبرز خارج الدولة يعني بياخد شكل اسمه شكل مندمج زاتة بروز عندنا مثالين للدول دي دولة الكونغو الدموقراطية في كارت افريقيا ودولة افغانستان في كارت اسيا زي ما احنا شايفين دي روات الخريطة بتاعتها هي كده ده الشكل المندمج بتاعي اهو اللي داخل مربع دوت وده جزء من الدولة فبسميها مندمجة زاتة بروز بعد كده عندنا ما يسمى بالشكل المستطيل او الشكل الشريطي لو احنا بصينا كده للخريطة اللي قدامنا دي حلاقي عندي في دولة اسمها دولة تشيلي في كارت امريكا الجنوبية بيتحمل او بيكون شكلها هو الشكل المستطيل او الشريطي طب تعالوا نعرف مع بعض يعني ايه الشكل المستطيل او الشكل الشريطي هيقول لي هو بيطلق على الدولة اذا بلغ طول الدولة ستة امثال عرضة يعني لو طول الدولة بيكون ستة امثال العرض بيكون في الحالة دي هو ما يسمى بالشكل الشريطي او الشكل المستطيل للدولة زي ما احنا شايفين في دولة تشيلي طيب هل كل دول العالم بتكون او كل دول العالم الشريطية بتكون بنفس الشكل ده قال لي احنا عندنا انواع في مستطيل طولي بيمدد من الشمال الى الجنوب زي دولة تشيلي زي دولة الارجنتين ادي دولة تشيلي هيت وجنبها دولة الارجنتين وعندنا كمان في دول تانية زي دولة ايطاليا لما حناخد الخريطة بتاعتها هي برضو تمتد بشكل طولي من الشمال الى الجنوب عندنا كمان الشكل العرضي او المستطيل اللي بيمتد من الشرق الى العرب زي دولة تركيا وزي دولة منغوليا طيب يترى ايهما افضل في الشكل من حيث القوة الدولة الشكل الطولي ولا الشكل الطولي من الشمال للجنوب ولا الشكل العرضي من الشرق الى الغرب الحقيقة ان احنا عندنا الشكل الطولي هو الافضل اللي هو من الشمال الى الجنوب لانه دولة بيؤدي الى تنوع المناخ والانتاج في الدولة وبالتالي بيؤدي الى تنوع الانشطة الاقتصادية في الدولة لكن احنا عندنا عيب واحد بس في مشكلة الانتداد دولة انه هو بيصعب الاتصال بايد اجزاء الدولة او الدفاع عنها فبيؤدي الى حدوث بعض المشاكل السياسية وبالرجوع لشكل خارط العالم هنجد زي ما احنا قلنا من شوية ان احنا عندنا دول شريطية بتمتد من الشمال الى الجنوب زي دولة شيلي اللي قدامنا ديت في امريكا الجنوبية وزي دولة ايطاليا قارة اوروبا اهيت اما بالنسبة للدول التي تمتد شريطيا من الشرق الى الغرب فعندي دولة منغوليا في قارة اسيا وعندي دولة تركيا فهيت في قارة اسيا وقلنا ان الشكل الطولي هو افضل من الشكل العرضي لان دوت مرتبط بمسألة تنوع المناخ في الدولة لانه بيمتد في كذا دايرة عرض غير الشكل العرضي ده ما بيكونش ليه اهمية اللي هو ممتد من الشرق الى الغرب وبيكونش ليه اهمية كبيرة زي الطولي نيجي بعد كده للشكل المجزة وده بياخد عدة اشكال طبعا التعريف بتاعه اللي هو الشكل اللي بيكون فيه اراضي الدولة غير مترابطة جغرافيا يعني فيه انفصال بين احد اجزاء الدولة طبعا هو بياخد تالت اشكال عندنا الشكل الاول اللي هي الدولة البحرية المجزأة اللي احنا بيكونوا عليها الدولة الجزرية اللي هي مجموعة من الجزر زي دولة اليابان ودولة اندونيسيا وهنتكلم او هنحددهم مع بعض على الخريطة دلوقتي فيه دول برية مجزأة زي دولة الولايات المتحدة الامريكية وهي الدولة التي تفصل بين اراضيها دول اخر زي امريكا فيه جزيرة الاسكا بتفصلها الاسكا طبع الولايات المتحدة الامريكية بتفصلها عنهما دولة كندا وحنشوفها على الخريطة مع بعض دلوقتي النوع الثالث هي دولة برية بحرية مجزأة يعني جزء من الارض او من الدولة بيكون متصل باليابس والجزء التاني بيكون عبارة عن جزيرة في البحر زي ما احنا شايفين دلوقتي خريطة ايطاليا هي جزء متصل ولكن فيه جزرتين في البحر جزيرة سردينيا وجزيرة سقلية بتنفصل عن ايطاليا لانهم موجودين في البحر المتوسط كجزء نشوف مع بعض كده تاني احنا قلنا فيه دول مجزأة بحرية وهي مجموعة جزر وقلنا مثال لها زي اندونيسيا وزي اليابان واي دولة جزرية في العالم زي الفلبين وزي المملكة المتحدة او زي بريطانيا هي دولة مجزأة بحرية النوع التاني المجزأ بري قلنا الولايات المتحدة الامريكية لو بصينا هنا عليها كلها وزق واحد اهو هنا هوت ولكن ولاية الاسكا اللي موجودة في اقصى شمال غرب قارية امريكا الشمالية هي تابعة للولايات المتحدة الامريكية ولكن يفصل عنهما دولة كندا النوع التالت اللي احنا قلنا عليه كان فيه الخريطة السابقة لايطاليا هو المجزأ بريا وبحريا عبارة عن الدولة كلها متصلة باليابس بس فيه اجزاء منها تقع كجزر في البحر زي ايطاليا اللي بتقع فيها جزيرتين سردينيا وسقلية في البحر المتوصل بعد كده عندنا شكل المحتوى او الدولة الجايبية تعريف الدولة الجايبية او الدولة المحتوى هي الدولة التي تقع بالكامل داخل دولة اخرى ولا يمكن الوصول اليها الا بالمرور في اراضي الدولة المطوقة لا لو بصنا على الخريطة اللي قدامنا دلوقتي هللاقي فيه دولة اسمها دولة ليسوتو دي موجودة بالكامل داخل حدود دولة جمهورية جنوب افريقي المشكلة ان الدولة ديت ما تقدرش تتعامل مع العالم الخارجي الا من خلال الدولة المطوقة لها اللي هي دولة جنوب افريقي طيب ايه هو العيوب او ايه هي عيوب الدولة المحتوى او الدولة الجايبية اول عيب ان الدولة دي لازم تتبع السياسة الداخلية والخارجية للدولة المطوقة لها طب ليه كده لان هي مش هتقدر تتعامل مع العالم الخارجي الا فيه الا من خلال المرور في اراضي او اجواء الدولة المطوقة لها فبالتالي هي لازم تتبع سياسة هذه الدولة الداخلية والخارجية وبالتالي لازم يكون عندها علاقات حسنة مع هذه الدولة النتج التاني او العيب التاني ان ده بيؤدي الى ضعف موقف الدولة الاقتصادي والسياسي والعسكري ما بلايش دولة جماعة في العالم دولة قوية دولة عظمة وهي في الاصل دولة محتوى او دولة جيبية بتسعى الدولة الجيبية طبعا الى ان هي تحسن علاقتها مع الدولة المطوقة لها وزي ما احنا قلنا في نقطة ركب واحد ان هي بتتبع سياساتها الداخلية والخارجية ناخد بالنا ان مش كل دولة حبيثة دولة جيبية وده حينقلنا الى جزئية تانية ده حينقلنا الى جزئية تانية اللي هي المقارنة بين الدولة الحبيثة والدولة الجيبية طبعا عندنا مثال هنا لو بصيت على الخريطة برضو هلاقي عندي هنا هون دولة سوازيلاند الجزء ده هتة دي هي دولة حبيثة لانها وليس الدولة جيبية لانها بتقع على الحدود مع دولتين دولة جنوب افريكا ودولة مصنبيق طيب نعمل مقارنة سريعة بين الدولة الجيبية والدولة الحبيثة هنشوف اين المشترك ما بينهم وايه الفارق ما بينهم الاثنين يتشبهوا انهم لازم يعملوا علاقات ودية مع الدول المجاورة لهم علشان يقدروا يتواصلوا مع العالم الخارجي الاثنين يتشبهوا انهم بيقعوا داخل اليابس ولا يتصلوا بالبحر مباشرة الا عن طريق المرور بدولة اخرى او دولة مجاورة لا اما الدولة المحتوية فهي بتخضع في علاقاتها الداخلية والخارجية للدولة المحتوى لها او المطوقة لها في حين ان الدولة الحبيثة لا تخضع في علاقتها لهذه الدولة لان هي بيبقى على حدود مع كذا دولة مش دولة واحدة الدولة المحتوية تحيط بها دولة واحدة فقط من جميع جهتها زي دولة ليسوتو اللي بتطوقها دولة جنوب افريقيا اما الدولة الحبيثة فهي يحيط بها عدة دول زي دولة افغانستان تضاريس الدولة المفهوض ان احنا نكون عارفين معنى كلمة التضاريس احنا درسنا بكده ان التضاريس دي المقصود بيها هي المرتفعات والمنخفضات والسهول واحنا تحديدا النهاردة هنتكلم في تضاريس الدولة في المرتفعات والسهول وكيف تؤثر على قوة الدول بيقول لي بتختلف دول العالم من حيث مظاهر السطح او مظاهر التضاريس بتاعتها فهناك دول يغلب عليها الطابع السهلي زي هولندا والمانيا وهناك دول يغلب عليها الطابع الجبلي زي سويسرا واليابان وهناك دول خليط ما بين الطابع الجبلي والطابع السهلي زي مصر والبرازيل اللي بيتنوع فيهم مظاهر السطح والتضاريس يريد نحدد مع بعض بقى على خارطة العالم هذي الدول يبقى احنا قلنا دي خارطة العالم تحدد تضاريس العالم او خارطة العالم الطبعية فبيقول احنا عندنا دول بتكون تتميز بالطابع السهلي زي ما احنا قلنا في قارة اوروبا عندنا المانيا و هولندا في المزق ده عندنا دول بتتميز بالطبع الجبلي زي دولة سويسرا برضو هنا في اوروبا وزي دولة اليابان وعندنا دول بيتنوع فيها مظاير السطح يعني فيها الطبع السهلي وفيها الطبع الجبلي زي دولة مصر وزي دولة البرازيل في امريكا الجنوبية طبعا الاهمية هنا هتكون عندنا بالنسبة للسهول والسهول عندي بتنقسم الى ثلاث اقسام او اربع اقسام بس احنا عندنا في المنهج هما ثلاث اقسام القسم الاول بيكلم عن السهول الفيضية قسم الثاني او النوع الثاني هي السهول الساحلية والنوع الثالث هي السهول الصحراوية يبقى احنا عندنا انواع السهول في العالم بتنقسم ما بين سهول فايدية بتكونها الانهار وسهول ساحلية بتكونها البحار والسهول الصحراوية اللي موجودة عندنا في الصحاري في العالم اكتر مظاهر السطح تأثيرا في الكيان السياسي للدولة هي الانهار وبالتالي هنتكلم عن السهول الفايدية بشكل كبير جدا لان هي بتمثل اهمية كبيرة لقوة الدولة السياسية بيقول كلما زادت مساحة السهول في الدولة كلما كان له اثار ايجابية على قوة الدولة طيب نشوف مع بعض كده الاثار ديت طبعا احنا نتكلم دلوقتي عن الاثار الايجابية والاثار السلبية للسهول وتأثيرها على قوة الدولة اول حاجة نتكلم عن الايجابيات وجود الاثار واتساعها في الدولة بيؤدي الى تنوع الانتاج الزراعي ووفرة الناتج الزراعي والمحاصيل اتنين تطور العمران والانشطة الصناعية والتجارية نظرا لسهولة النقل والمواصلات وانشاء ما يسمى بالبنية التحتية فيسهل عندي في الدول اللي بيكون عندها سهول ان احنا نعمل نهضة عمرانية او نعمل طرق او نعمل مصانع وتكون حركة التجارة بين الدولة بمنتهى السهولة نظرا لسهولة السطح وسهولة عمل طرق للنقل والمواصلات الايجابية التالتة هي سهولة الاتصال والامتزاج الثقافي بين اجزاء الدولة وبالتالي يساعد على تعزيز الوحدة بين سكانها ويقوي من سيادة الدولة ولا يزهر عندي ما يسمى بالحركات الانفصالية اما السلبيات فهي تجعل الدولة مكشوفة واقل منعه اثناء تعرضها للاحتلال يعني بيسهل احتلال هذه الدول التي تتميز بوجود السهول فيها بعد كده عندنا المرتفعات مقصود بها طبعا الجبال ايجابيات الجبال المرتفعات بتكسب الدولة الكثير من الايجابيات ومنها واحد بتمنح الدولة نوع من انواع القوة لانها بتشكل مواقع استراتيجية في المراقبة والدفاع بالنسبة لو كانت موجودة عندي على الحدود تشكل المرتفعات حدود طبعية واضحة وبالتالي ما بيكونش عندي مشاكل على الحدود ما بين الدول زي ما موجودة عندنا في الخريطة اللي قدامنا دلوقتي عندنا جبال البرانس التي تفصل بين اسبانيا وفرنسا تشغل المناطق المرتفعة في كثير من الدول المناطق السياحية بيقصدها السياح طيب ناخد امثلة كده بعض البلاد بيجعلوا المرتفعات اماكن الاستياف زي جبال الشام و جبال لبنان جبال الشام دي اللي هي جبال لبنان و جبال سوريا وبعض الدول بيعتبر المناطق المرتفعة عادية مكان لتزلج على السلوك زي جبال بيحصل في جبال القلب في اوروبا الجبال هي اكتر مناطق يمكن ان يوجد فيها سروات معدنية وبالتالي هي اساس قيام الصناعات في هذه الدول اما السلبيات فهي واحد صعوبة الاتصال بين اجزاء الدولة اتنين اعاقة تحقيق التنمية الشاملة السلبية الثالثة هي تعزيز روح الانفصال لبعض الاقليات في بعض الدول عندنا اقليم كتالونيا في اسبانيا نظرا لوجود جبال بتفصله عن اسبانيا دعا دائما او يدعو دائما الى الانفصال عن اسبانيا ويطالب دائما بالحكم الذاتي لنفسه مناخ الدولة طبعا لو سألنا ايه المقصود بالمناخ كلنا هنفتكر مع بعض كده انه بيوصف حاله الجو الفترة زمنية طويلة وبالتالي حالة الجو دي بيبقى لها اهمية كبيرة جدا فيه تحديد النشاط الاقتصادي للدولة من حيث نوع النبات طبيعي الموجود ونوع الطربة اللي موجودة والانشطة البشرية المرتبطة بالكلام دوت وتنوع المناخ او تنوع الانتاج الزراعي للدولة وبالتالي نقدر نقول ان المناخ بيأثر بشكل مباشر او غير مباشر فيه تحديد اهمية الدولة ووزنها السياسة طيب احنا عندنا المناخ بيكون انواع بمعنى انه ممكن يكون مناخ معتدل او مناخ غير معتدل طيب لو اعتبرنا ان احنا عندنا المناخ المعتدل بيسود في دولة ما من الدول هنلاقي ان الدولة ديت بيزيد هذا المناخ المعتدل من فعالية الانشطة البشرية لها في مختلف المجالات وبيساعد على قوة الدولة كما هو الحال في موازن دول حوض البحر المتوسط اما اذا كان المناخ بارد او حار او غير معتدل احنا بنسميه المناخ المتطرف يعني يكون شديد البرودة او شديد الحرارة او حتى شديد الجفاف في الحالة دي احنا بنقول عليه مناخ غير معتدل ده بيحد يعني بيقلل من فعالية الانشطة البشرية فتصبح هناك مناطق خالية او قليلة من السكان زي المناطق مثلا الشمالية عندنا في قارة امريكا شمالية شمال كندا او شمال روسيا نظر لوجود البرد الشديد او لمناطق الصحراوية زي ما هنعرف دلوقتي في الصحراء الكبرى في افريقيا مثلا فبتكون مناطق قليلة السكان ادني امثلة هو تقولنا شمال روسيا وشمال كندا بفعل البرودة مناطق الصحراء الحارة في معظم شمال افريقيا اللي هي منطقة الصحراء الكبرى بسبب الحرارة والجفاف رقم ثلاثة المناخ المتنوع وعايزين نعرف ايه هي اهمية التنوع في المناخ المناخ المتنوع بيؤدي الى اقتراب الدولة من ما يسمى بتحقيق الاكتفاء الزيدي ليه بقى؟ لان التنوع المناخي بيؤدي الى تنوع المحاصيل الزراعية في الدولة وبالتالي بيؤدي الى عدم احتياج الدولة الى محاصيل زراعية من دول العالم المختلفة مما يحقق ما يسمى بالاكتفاء الزيدي وده طبعا هيظهر عندنا في الاهمية التانية ان التنوع في الانتاج الزراعي ده هيؤدي الى تنوع الانشطة الاقتصادية في الدولة من صناعة وتجارة وغيرها من الانشطة الاقتصادية النوع التالت او الميزة التالتة من الاهمية التالتة من المناخ المتنوع انه هو بيعمل تكامل بين اقاليم الدولة وبيعزز من وحدة الدولة الوطنية طبعا عندنا مثال كده دولة الولايات المتحدة الامريكية اللي هي بتاعدد فيها الاقاليم المناخية في العالم طيب هل يساهم التقدم العلمي والتكنولوجي في التقليل من الاثار السلبية للمناخ على الدولة؟ ده سؤال مهم جدا عايزين نوصل لاجابة دي تقدم العلم والتكنولوجي بيقلل من الاثار السلبية للمناخ؟ طبعا واحد تطور وسائل النقم والمواصلات بيؤثر بالاجابة على الاثار السلبية للمناخ توفير الاجهزة الكهربائية زي التكييف مثلا الاجهزة الكهربائية والتكنولوجية الميسرة لحياة المواطنين ده بيؤدي الى التغلب على الاثار السلبية للمناخ يبقى التكييف اللي احنا الانسان اخترعه ده بيقلل من الاثار السلبية للمناخ استخدام ما يسمى بالبيوت البلاستيكية في الزراعة احنا بنسميها الصباط الزجاجية وهو استخدام الاثار السلبية الزراعية الحديثة باستخدام بيوت من البلاستيك البيوت ديت انا بغطيها او اماكن بغطيها بالبلاستيك وبقدر ازرع اي محصول انا محتاجه من خلال تكييف اجواء هذه البيوت حسب ما انا عمز نبص مع بعض بقى كده على قريطة العالم عشان نحدد زي ما احنا قلنا الدول اللي بيكون فيها تطرف المناخ وعدم اعتدال قلنا احنا عندنا شمال روسيا الجزء ده طبعا بيتميز ببرودة الشديدة كذلك الحال شمال كندا يتميز ببرودة الشديدة وده مناخ بيكون مناخ متطرف او عدم ما فيه عدم اعتدال كذلك الحال فيه شمال افريقيا ينعوه في الصحراء الكبرى منطقة الصحراء الكبرى دي برضو فيها مناخ متطرف اما منطقة المناخ المعتدل فهي تشمل منطقة حوض البحر المتوسط اللي هي دول جنوب اوروبا واجزاء او الاطراف الشمالية من شمال افريقيا اما الدولة اللي فيها التنوع المناخي وتنوع الاقاليم المناخية زي ما احنا قلنا هي الولايات المتحدة الامريكية تتميز بتنوع الاقاليم المناخية فيها النبات الطبيعي لو سألنا ايه هو النبات الطبيعي هنسمع اجابة بتقول انه النبات الذي ينمو تلقائيا دون تدخل من الانسان طيب هو بينمو تلقائيا بناء على ايه بناء على كمية الامطار اللي بتنزل بيتحدد حج النبات الطبيعي وعلى حسب درجة الحرارة ونوع التربة اللي موجودة النبات الطبيعي اللي عندنا بينقسم الى غابات وحشائش الشكل اللي احنا شايفينه دوت يمثل مجموعة من الاشجار فدي احنا بنسميها غابات ايه هو تأثير النبات الطبيعي على قوة الدولة نبدأ الاول نتكلم عن موجود الغابات في الدولة حال هيأثر على قوتها ولا لا اهمية الغابات كمورد وعنصر من المقاومات الطبيعية لقوة الدولة طبعا الغابات مورد مهم جدا من الموارد الطبيعي لقوة الدولة وذلك بسبب يبقى احنا نتكلم دلوقتي عن فوايد الغابات واحد احنا بناخد من الغابات دي الاخشاب اللازمة لبناء وصناعة السفن والاثاب اتنين ان في اشجار اسمها اشجار المطاط بناخد مادة المطاط من الاشجار دي وهي مادة تدخل في صناعة اطارات العجل يعني بتاع الطائرات والسيارات ثلاثة يعتبر الغابات احد مصادر الدخل القاومي لبعض الدول اربعة يمكن اللجوء الى الغابات كنوع من انواع الاحتماء اثناء الحرب فيقول لها فوايد حربية وبكده يبقى احنا اكلمنا عن اربع حاجات هي حاجات او اهمية الغابات كمصدر من مصادر قوة الدولة السياسية طبعا الصورة اللي قدامنا دي تشكل مراعي طبيعية احنا قلنا ان النبات الطبيعي عنده بينقاسم الى غابات وحشائش هنتكلم دلوقتي عن الحشائش الحشائش ديها دور كبير جدا في قوة الدولة اهم مناطق الرعي في العالم دي ده بالنسبة للحشائش بتمثل اهم مناطق الرعي في العالم تساعد وفاة الحشائش على نمو اقتصاد بعض الدول لانها بتعد او بتمثل مراعي طبيعية للسروة الحيوانية وبالتالي بتوفر لي اللحوم والالبان والصوف والجلود عندنا دول كتير جدا اعتمدت في اقتصادها على السروة الحيوانية ومنها دولة استراليا ودولة الارجنتين وبكده نكون خلصنا درس المقاومات الطبيعية لقوة الدولة ان شاء الله نلتقي في دروس اخرى من مادة الجغرافية السياسية اشتركوا في القناة